الرجوع إلى أرض الوطن وإعادة بناء الدولة الليبية هو هدف زيارة وفد هيئة تقص الحقائق والمصالحة إلى سفيقس وتطلع مهمته إلى التواصل مع كل المهاجرين بتونس والوقوف على ظروفهم وتدارس مشاكلهم بالحوار والتفاهم لتدليل مصاعب قيام وبناء ليبيا من جديد والعودة إلى أرض الوطن هذا الوفد جاء ليستقصي وضعهم وظروفهم والتقابل معهم والتحادث معهم والوقوف على ظروفهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية التعليمية الصحية وما إليها وكذلك التفاهم من أجل عودتهم إلى أرض الوطن بكل شفافية وفي حوار واضح وفي أريحية بحيث نتفاهم إلى متى يظلون هكذا أولى مهامها الاتصال بأهلنا النازحين في الداخل والخارج لمعالجة مشاكلهم والتعرف على ظروفهم وإمكانية التواصل معهم وإقناعهم إلى العودة إلى أرض الوطن فرغم الوضع الراهن الذي لا زال متوترا في ليبيا إلا أن هذا البلد لم يفقد الأمل في البناء من جديد فقد صرح السيد علي البوتي ليعضو هيئة تقص الحقاق والمصالحة بشأن الأمن والاستقرار أن ليبيا بدأت تخطو خطوات جيدة في تأسيس المؤسسات الأمنية لبسط كل سبل الأمن بالبلاد لكن هذه الزمنات يراها البعض ما زالت غير كافية للرجوع إلى أرض الوطن بسلام وهناك من يراها مبادرة طيبة لعودة لم الشمل نحن في ليبيا تجمعنا ليبيتنا ويجمعنا إسلامنا نحن متأملين وهذا الحاصل وهذا الموجود داخل ليبيا كانت في الأيام الأولى أو الشهور الأولى بالتحديد كان إلى حد ما كان فيه بعض المغالطات وبعض الأشياء المنفتة للنظر والتصرفات الخاطئة إلا أننا والحمد لله ماشيين في خطوات سليمة في خطوات في توفير الأمن بدأ الحاليا في ليبيا إلى حد ما بدأ تأسيس ما يعرف بالجيش والأمن بدأت في خطوات توفير الأمن الآن بإمكانك في ليبيا تتجولي في أي مكان في ليبيا بفيه نسبة أمن عالية جدا جدا ونحن نطمح لتوفير الأمن بشكل أكبر من رابع المستحيلات أن أي مواطن ليبيا بيرجع شنية الضمانات هم غير تقوم الدولة لما تقوم الدولة بعدين نحن نتفهمه لكن إذا ما دعنا نحن وطننا ما نتنزلش عليه هذا الوطن والوطن غالي لكن بنلجع فيه زمان لأن فيه بعض الناس اللي جهد وصار فيها ما صار وفيه بعض الناس على دكاية الوطنية ساعدهم ورجعوا وزادوا ولوا هنا لبلدهم التالي تونس وحي ما ننسوش فضل تونس إن شاء الله ماذا بينا والله إن شاء الله تعود لأيام لبعضها وتعود الناس كلها أحباب وواحد وكل شيء إن شاء الله ماذا بينا لكاية الخير إن شاء الله يا رب لوضعوا الأمور تمام غادي في ليبيا وما في شيء ندعو كل النازحين وأن يرجعوا لوطنهم ومع الناش مشكلة نحن معاهم ندعوهم لعودة لأرض الوطن وإن شاء الله يكونوا مقيمين غادي ونرحبوا بيهم إن شاء الله غادي ندعو للمشمل الأخوان الليبيين يرجعوا لوطنهم غادي مبادرة طيبة وإن شاء الله يا رب يلم الليبيين البعض يلمشمل الليبيين إن شاء الله كانت مهمة الوفد مع أخوانهم المهاجرين صعبة للغاية لانقطاع قنوات التواصل بينهم لهذا يدعو أعضاؤه إلى ضرورة الاتصال بالجهات الرسمية كالصفارة والقنصلية في كل أنحاء العالم كما أكد أعضاء هذا الوفد أن هذه المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة والغاية تبقى في توحيد الصف وعودة النازحين الليبيين آمنين إلى بلدهم فوجهتنا إلى تونس إلى صفاقس إلى كل بقعة إلى كل من يتابع القلم أن يتنبه إلى أن وفد الهيئة جاء ليقدم فكرة الهيئة جاء ليؤكد على اهتمام الهيئة بعودة هؤلاء وأولئك إلى أهليهم وديارهم هذا يعني معتقد كل الليبيين أن كل الجهات الرسمية بما فيها السفرات والقنصريات وهذه الوفود كانت في أغلبها وفود أمنية وهذه الوفود تحتاج إلى معلومات لإيصالها إلى جهات أمنية في ليبيا بينما الحقيقة هذا الوفد هو وفد من هيئة تقصي الحقيقة المصالحة هم ناس شرفاء همهم هو الوطن همهم هو الرجوع بناء الوطن إلى أرض الوطن لأن ليبيا للجميع وليمكن أن تبنى إلا بالجميع وبالتالي فأنا أهيب بكل النازحين على التراب التونسي أن يتصلوا بالسفراتcare والقنصرية في اسفاقص وأن يتصلوا بنا كوفد نحن متواجدين على التراب التونسي إلى مدة معينة نهم ليس مفرين أدنى الحاجات اللي هو تجديد الزوازات والوراقة الرسمية والحاجات هذه كلها ملعينا علينا كيف تبني من أن نتواصل معاه؟ يحمي الوفد هيئة تقصي الحقائق والمصالحة رسالة إلى كل المهاجرين الليبيين بتونس وبكل أرجاء العالم أن الرجوع إلى أرض الوطن وبنائه شيء مقدس في حب الوطن من الإيمان